خلوني أروح لوزارة السياحة أنا بصراحة مرة قلت قبل كده وكان هذا الأمر علميا جدا أنا من الناس التي تصق وتقدر جدا وزير السياحة أحمد عيسى رجل شاطر ومحترم عدت معايا مرتين جوى مجلس النواد الراجل فاهم طيب شوف وزير السياحة سيد أحمد عيسى عمل إيه هو بدأ يواصل أو هو بورسة برلين بالفعل وبدأ يشتغل على مواصلة مجموعة من اللقاءات في بورسة برلين السياحية ده تاني يوم لزيارته في تاني يوم لزيارته التقى الوزير أحمد عيسى برئيس اتحاد صناعة السفر الألماني ورئيس اتحاد وكلاء السفر ومنظمي الرحلات الأوروبية كمان عدد كبير من المسؤولين ومديرين ومنظمي الرحلات وشركات الطيران الألمانية والأوروبية في اللقاءات دي وزير السياحة بدأ يعمليه بدأ يتناقش على إزاي نقدر نخلق تعاون حقيقي مثمر وبناء ونعزز الموجود علشان نقدر نجيب المزيد من الحركة السياحية لمصر بالتعبير السياحي الشهير كيقولك ايه المقصد السياحي المصري والمقصد السياحي المصري ده فعلا مقصد عظيم والله مصري فيها كل حاجة تيجي على بالك والله أنا كنت أدعمال بتفرج على فيديوهات في سيوة على حاجة اسمها بحيارات المال حان عمري ما روحت هناك يعني حتى تفرج وأول حاجة أصلا شفتها أنا ولا جيفه دماغي نده عندنا لحد ما الناس سلي في الفيديو قيله يعني طيب معالي الوزير بدأ يستعرض الإجراءات اللي بتطبقها الوزارة لتشجيع الحركة السياحية من أوروبا بشكل عام ألمانيا بشكل خاص إلى مصر طيب ايه كمان لازم يبقى فيها عندي برامج لتحفيز الطيران بدأ التتناقش علشان نقدر نربط ما بين المقاصد السياحية المصرية المختلفة يعني من الآخر بالنسبة لي الكلام ده مش جديد لأنه أنا سمعته قبل كده زي ما كنت بقول كده في مجلس النواب من معالي الوزير هذا الرجل المحترم عاوز ايه عاوز الناس اللي هتيجي تتفسح عندنا ما تتعبش مصر ما شاء الله كبيرة بس لأجل حظنا الجيد ولأجل العمل والجهد الحقيقي احنا بقى عندنا فيه مطارات في كل حدة فافترضنا أنه المواطن الألماني جالنا من مطار برلين على مثلا مطار القاهرة يقدر يقضي الأيام بتاعته في القاهرة والله عايز بعد كده يطلع على الغردقة هيطلع على مطار الغردقة هناك على طول 45 ديئة بقى موجود هناك طيب والله أنا عايز بقى أشوف المزارات السياحية والثقافية والمعابد المصرية في لقصر وأسوان اطلع بينا تقريبا برضو في 45 ديئة كده هنطلع على لقصر وأسوان طيب أنا بقى كان نفسي أروح البحيرات الملحية اللي في سيوة وأنا تفرقت عليها وسمعت عنها عايز أروح هناك أعمل بقى سياحة استشفائية واسترخاء وريلاكسيشن والجو الجميل ده أطلع على سيوة أنزل بحيرات الملح أخش على العيون السخنة اللي هناك في سيوة انت خدت بالك قاهرة غردقة لقصر وأسوان أنا بعتبرها حتة واحدة يعني وبعدين سيو أربع مقاصة سياحية هو طبعا نقدر نتحرك من أي مطار إلى أي مطار في السريع يعني لكن اللي عايزه الوزير هو أن يبقى البرنامج بتاعي مربط وسهل فعلشان كده قعد مع كل الناس اللي أنا كنت بقولك عليهم دول علشان نقدر نعمل برامج التحفيز بتاعك الطيران يبقى أنت وإنت في برلين عارف أنت هتتحرك إزاي ومنين وحجز قتلاتك وطيرانك وعربيات السفاري وكل الحاجات الجميلة اللي زي دي أنا هزيدك من الشعر بيدا أنت لو عاوز هتروح نصلا إيه فل ترجمة نانسي قنقر